نتعرف الآن مشاهدين على أداء أسواق الأسهم العربية والبداية مع سوق الأسهم السعودية الذي يتداول مؤشر تاسي حاليا عند مستوى 12.024 نقطة بتراجع بلغت نسبته 20% تقريبا أما في الكويت وتحديدا مؤشر السوق الأول أغلق على ارتفاع بنسبة 21% عند 6.446 نقطة بالانتقال إلى بورسة قطر أغلقت بورسة قطر كذلك على ارتفاع بنسبة 18% عند 10.590 نقطة أما في البحرين فأغلقت بورسة البحرين على ارتفاع كذلك بنسبة الربع النقطة الميوية عند 2017 نقطة وفي سلطنت عمان أغلقت بورسة مسقط على تراجع بنسبة 16% عند 4766 نقطة أما بالنسبة لمؤشر EGX 30 للبورسة المصرية فهي جلسة قبل الإغلاق متراجع عنده بنسبة 0.5% عنده 30603 نقطة موسيقى موسيقى